عقد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل مؤتمرا صحفيا في أربيل جاء لمناقشة أبرز المستجدات السياسية على الساحة الكردستانية والعراقية بصورة عامة وتطرق إلى مواضيع عدة منها زيارة مرتقبة لوفد إقليم كردستان إلى بغداد لمناقشة القضايا العلقة ما بين بغداد وأربيل ومن أبرز الفقرات التي خرجت من اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان هي طرح وفد الإقليم من خلال زيارته إلى بغداد مواضيع تخص المادة 140 وحصة الإقليم من الموازنة وملف النفط والغاز ومشاركة الإقليم في المؤسسات الاتحادية وحقوق البيش ماركة ومشاريع أخرى تخص قوانين المحكمة الاتحادية ومشاريع المجلس الاتحادي والنفط والغاز مستعدين وأعلننا ذلك قبل أن ننتظر من حكومة العراقية أن تتقدم خطوة لنجتمع ونتفاوض حول هذه النقاط التي جاءت في الاتفاق الذي وقعه جميع الكتل السياسية وصوت عليه مجلس النواب إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل أن إقليم كردستان لا يقبل بأي تجاوزات على الإقليم وأن هناك اتفاقيات دولية وفق معايير تم الاتفاق عليها لا يمكن تجاوزها حكومة الإقليم طبعا عانت كثيرا من هذه التجاوزات وأي سياسة تصب في مصلحة منع هذه التجاوزات بدون فرق وأي سياسة يعني تكون ضمن تحقيق وتطبيق قانون الدولي نحن مع هذه السياسة لقناة زاگروز ماند محمود أربيل